موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالبليدة على المجموعة التي أتهمت من قبل بالتآمر على سلطة الجيش والدولة والمتمثلة في هذه المجموعة المتمثلة في شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق الجنرال المتقاعد بشير ترطاق أيضا لويزة حنون الأمينة العامة لحزبي العمال والجنرال المتقاعد أيضا خالد نزار هذه الأحكام كانت متوقعة لدى الكثيرين وإن كنت أنا شخصيا توقعت تخفيف العقوبات إلى أدنى حد حتى يصدر حتى يخرج توفيق ولكن هذا الاحتمال قلت في ذلك الوقت بأنه في حالة أن النظام الحاكم يفكر ببعض الذكاء لتفادي أي تأويلات أو أي قراءات لكن واضح جدا أن السلطة الآن خرجت للعيب كما يقولون خرجت للعيب حقيقة اجتثاث ما قام به القيد صالح صار واضحا لكن الغريب أنه صدر يوم ماذا صدر هذا الحكم؟ صدر يوم السبت لأول مرة أسمع أن المحاكم تفتح خصيصا فتحت محكمة البوليدة خصيصا اليوم من أجل هذه المحاكمة ماذا تعني هذه الأحكام؟ أكيد كثير من الجزائريين سيسألون ماذا يعني تبرئة هؤلاء؟ تبرئتهم يعني ماذا؟ رد الاعتبار لهم خاصة توفيق سيرد له الاعتبار أمر آخر ستقدم له تعوضات على الفطرة التي قضاها في السجن وعيضا ألويزة حنون أيضا سيرد لها الاعتبار ويجري تعويضها رغم أن التهمة التي اتهمت حينها بعدم التبليغ فقط ولم تتهم بالمشاركة في ما سميت أنذاك بالمؤامرة وتلك المؤامرة هي التي كان الهدف منها إسقاط القيد صالح من أجل الاستحواذ على الجيش الجيش في ذلك الوقت انحاز إلى الشارع الجزائري ضد العصابة ولكن العصابة أنذاك حذرت مؤامرة من أجل إسقاط القيد صالح وإعادة الاستحواذ على الجيش وتحريكه ضد الشارع الجزائري لكن الآن هذا الأمر يؤكد تأكيدا قاطعا على أن المؤسسة العسكرية والمتمثلة تحديدا في الحاكم الفعل الآن والقوي سعيد شنغريحة قد حسم أمره لصالح هذا الطرف واجتثاث كل المسار الذي قام به القيصرة هذا تجلى ذلك بوضوح قد تجلى ذلك بوضوح وواضح الدستور تبون ما حدث له في الرئاسة وكيف عودوا جابوه وقعوا به الدستور وقعوا به قانون المالية وسيكون مصيره أيضا العزل أو الإقالة أو الاستقالة أو ما إلى ذلك الآن لم يبقى في مصار القيد صالح إلا عبد المجيد تبون وهم ليسوا في حاجة إليه رغم أنه لا يشكل عليهم أي خطر هدفه فقط البقاء في السلطة ولكنهم سيستغنون عنه بطريقة ما الآن لم يتم حسم أمورهم وقد قلت من قبل أنه هناك اجتماعات رعتها المؤسسة العسكرية حول ما بعد عبد المجيد تبون الآن الورقة القادمة هي عبد المجيد تبون الآن تبرئ التوفيق ما الذي بقي من المصار تبع القيد صالح؟ ما الذي بقي؟ لم يبقى أي شيء حتى الدستور داروا دستور تعبو تفليقة البرلمان ما زال تعبو تفليقة مجلس الأمة تعبو تفليقة تبرئت هؤلاء بحكم قضائي واضح وبين أنه تم حسمه مسبقا تم حسمه مسبقا السعيد تبون تفليقة منهم همش ما يحتجلوش راح الآن يواجه مصيره في قضايا وفي المحاكم المدنية ترطاقهم فتحوله قضية أخرى لأنه ترطاق لأنه السعيد شنغريحا ما ما يعجبوش ترطاق وما ما شو حبو يخرج فقط وربما يخرجوه بعدي ربما إذا ما خرجوش الآن آن يخرجوه بعدي راح يجي دوره يبقى دائما جنرال وكان مسؤول كبير في المخابرات الجزائرية لويزة حنون راهي مدنية ورئيس حزب سياسي ستعود بقوة للشارع الجزائرية من؟ خالد نزار عاد بقوة وتمت تبرئته وسترون ولو يعني يتم تسريب محتوى المحاكمة سنؤكد لكم بأنها كانت محاكمة ليست لتفيق وليست لخالد نزار وليست لطرطاق وليست لويزة حنون بل كانت محاكمة للقايد صالح وهو مي تبرئتهم هي إدانة للقايد صالح حتى وإن لم يصدر شيئا معناها أن هؤلاء لم يتآمروا معناها أن القايد صالح استعمل القضاء ضد هؤلاء الذين تآمروا على الحراك الشعبي وليست مؤامرة ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة على الكل حال أنا هذا متوقع لأن التوجهات التي حدثت بعد رحيل القايد صالح كلها تؤكد على أن السلطة تتجه نحو رفض كل ما فعله القايد صالح فهل يعقل أن القضاء يمكن أن يدين توفيق هذه المجموعة يدينهم بالتآمر على سلطة الدولة والجيش التي اعتبرت فيما بعد رحيل القايد صالح أنها مؤامرة على القايد صالح وتتمثل في إسقاته وإقالته من كاناء بوزير للدفاع قايد للأركات إذن الصدمة التي تلقاها الشارع الجزائري من خلال ما نراه على شبكات التواصل الاجتماعي توحي إلى أن هناك نقمة تتصاعد ضد هذه العصابة التي تشكلت جديد الآن تشكلت عصابة أخرى ولكنها تستعين بالعصابة السابقة من أجل إرساء دعائم حكمها من يقول أن الجزائر الآن راهي فيما بعد الحراك الشعبي أو أنها جزائر جديدة فهو يكذب عليكم الآن عادة الجزائر القديمة بقوة وعادت بشراسة وسترون المعلومات التي تتوفر أنه هناك تخوفات من تحركات في أدن الشارع الجزائري ضد ما يحدث حقيقة ما يحدث من انقلاب واضح ومفضوح ووح ضد مسار معين كان يمكن أن يحقق بعض الأهداف بصفة متتابعة أبعى لطالب بها الجزائريون في بعض الولايات عندي معلومات أنه يتم استدعاء بعض البندية هذوك والنصوص وكما يقولون ليفوايو المتعودين على السجون وعلى ما يبدو أنه يتم تحضيرهم في حالة إذا خرجت مظاهرات في الشوارع سيتم التعرض لها والزج هؤلاء المجرمين في أوساتهم من أجل الإضرار بهم وإضرار بتحركاتهم وأي شيء من هذا القبيل إذن إخواني الكرام أنا حقيقة لم يصدمني الحكم وإن كنت تعجبت كثيرا إلى مدى هذا الغباء الذي تجلى في هذه السلطة لا يعقل أبدا أنه بالأمس في فيفري فقط حكم عليهم 15 سنة والآن باراءة تامة باراءة تامة ولا أستبعد أنه سيتم إخراج بعض الأشخاص حتى أيحيا لا يستبعد أنه هبطوه البشار ومن ثم يدوه للمكان آخر هكذا سيقول الجزائريون هكذا سيشك الجزائريون الآن رح يشكوا في كل شيء يشكوا في أي حاجة فأين ما يحدث إذن إخواني الكرام أنا أعتقد بأن تبرئة هذه المجموعة هي الآن لم يبقى من هذا المسار إلا أنه ربما سنشهد ملفات ضد العائلة القيد صالح أمر آخر أنه لم يبقى إلا الإعلان عن نهاية الرئيس عبد المجيد تبون الذي استرجعوه وشفناه كيفاش ثلاثة مرات ظهر معاها شنغريحة راه موجود عند العسكر ما هوش حتى في بيته ولا حتى في رئاسة الجمهورية ما زال لم يذهب إلى رئاسة الجمهورية راه جابوه يخدموا به حتى يربطوا كما يقولوا يحظروا للمرحلة القادمة من خلال مشروع ما بعد تبون هذه هي ربما لن يكون غدا أو بعد غدا ربما العام طويل ما زالوا لهم 12 شهر أمامهم يكونوا على راحتهم ويكونوا يضبطوا البيت الداخلي ولا أستبعد أنه يرشحون توفيق ويصير هو رئيس الجزائر أو أنه يتم إعلان مجلس رئاسي آخر مرة أخرى ويكون توفيق عضو فيه أو رئيسه كل شيء الآن ممكن جدا جدا على بلد لا تسير وفق القوانين ولا فيها مؤسسات ولا تسير أصلا حتى بالمنطق ولا فيها مجال السياسة أنا لا يزعجني أنه فلان حكم عليه براءة وفلان خرجوه وفلان عاد البيت والله يا أذي ما تقلقني بقدر ما أنه الأمر أخطر وأبعد من تبرئة هؤلاء الأمر أبعد يا جزائريين لا تختزلوا الأمر في خروج هذا هذا مؤشر فقط على مسار بدأ بعد رحيل القيد صالح ويزيد في علامات الاستفهام عن الطريقة التي رحل بها القيد صالح والأشياء الكثيرة أنا لا أقول هذا الكلام لأنني أقدس القيد صالح كما يتوهم البعض ولا أنه معصوم عن الخطأ انتقدناه كثيرا وله ما له وعليه ما عليه أنا ما يهمني المسار بعد 22 فيفري وتلك المواقف التي أعلنها القيد صالح وذلك الموقف تجاه هؤلاء وتجاه هذه العصابة التي كانت تبيت نوايا كبيرة وشرسة ضد الشعب الجزائري ولكن عندما وقفت لها قيادة الأركان ومشت في المسار ربما هناك أخطاء وقع فيها العسكر بلا أدنى شك وهناك أخطاء وقع فيها الحراك الشعبي وهذا الإبتعاد ما بينهما أوصل إلى هذا الحال الذي عادت فيه العصابة بقوة والقادم سيكون أسوأ بكثير نسأل الله تعالى الخير للبلاد والعباد إذن تفيق، ترطاك، حنون، سعيد بوتفليقة، خالد نزار، أبرياء والدولة ستعوضهم عن ما لحقه وتمنينا كثيراً ألا يتابع هؤلاء بمثل هذه التهم خاصة تفيق فتفيق لديه ملفات كثيرة ملفات حقوق الإنسان ملفات التعذيب في السجون ملفات الفساد التي أخفاها الدياراس ملفات المفسدين الذين حماهم الدياراس فيها التفيق هناك الكثير من الملفات لو فتحت لكان الأمر غير هذا ولكن للأسف حوكم هؤلاء وزج بهم في السجن من أجل قضية تتعلق بما سميت المؤامرة أنذاك على سلطة الدولة وعلى سلطة الجيش وعندما تغيرت قيادة الجيش وعندما تغيرت قيادة الدولة أصبحت هناك لا مؤامرة بل أن المؤامرة صارت أن القائد صالح تآمر على هؤلاء والقادم سيكشف الكثير الكثير للجزائريين الذين لم يستمعوا لنا يوما عندما قلنا لهم لا تكونوا خصما للجيش في تلك المرحلة فالأمور قد تذهب إلى غير صالحكم ولا لصالح التغيير في الجزائر وهو ما وقع بالفعل إذن إخواني الكرام حكم المحكمة العسكرية الذي صدر اليوم لم يفاجئنا وكان متوقعا إلى حد ما وكان متوقع عند الآخرين وتأكدوا عليه وهناك من تكلم حتى عن الأحكام مسبقا وأكد على أن البراءة صدرت وأن البراءة صارت في حكم اليقين وأن ما حدث اليوم هي محاكمة خمس نجوم لجماعة توفيق وتمت فيها المرافعات ضد القائد صالح وضد المسار الذي أعلنه ما بعد اندلاع الحركشة وللأسف الجزائر هكذا حالها دائما هناك فيها من فوق القانون وهناك البؤساء والفقراء الذين يشتعلون فوق كأنون الفقر والمزرية والحقرة وأشياء كثيرة ما زال الحديث طويل ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله